السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته كيف حالكم يا أحباب بخير لا شك أنكم قد اشتقتم إلى بعض النصائح الطيبة فنصيحة اليوم في هذا المكان المبارك والجو الجميل نصائح جد مهمة وطيبة إن شاء الله تعالى في هذا الفصل فصل الخريف احذروا من شمس الخريف وبرد الخريف إنهما يهلكاني الإنسان فالشمس الخريف ما يقلش فيها الإنسان راها تتهلك البدن وتدير الرواح وتدير الرعشة ووجع الراس والألم دير الظهر وتتهلك الماناعة فالإنسان يحذر من الشمس الخريف باش يقلس فيها خاصة فاشتطلع بواحد ساعة ولا ساعتين حتى لمور العاصر الإنسان يحتاط إلا من يعمل فيها فالله يحسن العوان أو الله أن يعينكم جميعا وبرد الخريف كذلك بالليل إنسان خاصة اللي عنده شي ولدات يغطاهم زيان وينعسوا وخيغطاهم بالملايا راتي تعروا وتحيدوا الملايا فعلى الإنسان أن يغطي يلبس جيدا بالليل لأنه تبرد الخريف فراتيهلك نسأه الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وكذلك في هذا الخريف هذا الإنسان يكتر من أكل السفرجل لأنه قيل أنه شفى رجلا فنسأه الله أن يشفينا جميعا ويكثير من أكل اللفت والفاكهة الجافة الجميلة النبق والخروب وكذلك يكتر من أكل التمر والتين المجفاف الكرموس يعني الشريحة فالحمد الله فصل الخريف وخفي قلة من الفواكهة والخضروات فهذه هي الأشياء الجميلة والرمان يأكلوا باللوب دياله الداخلي والقشور دياله يحسافظ بهم ويشمشهم وليبسهم فضل تايبسوا يطحنهم ويبدأ يأكلهم رهم زيانين وإن شاء الله سنتكلم فيما بعد عن قشور رمان وفوائده النصحة الثانية في هذا اليوم المبارك هو الدعاء المبارك كان يقوله أحد الرهبان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لو لا ذكر أقوله لا جعلتني اليهود حمارة بسحرهم فهذه نصحة لكم أن تحفظوا هذا الدعاء المبارك حتى يحفظكم المولى من الحقد والحسد والسحر وهو أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما خلق وبارأ وضرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره وزاد بن القيم رحمه الله ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فأسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس حتى يصلكم كل جديد بإذن الله تعالى إنه فعال لما يريد